أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطيع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمنها ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن واتوهن وجورهن بالمعروف بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين منه أبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين اتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم أخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم ولا تقتلوا عنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدمانا وظلما فسوف نصليه نراه وكان ذلك على الله سيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفد عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا نتمنوا ما فضل الله به معظكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا فاسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والنقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي إذ خافون نشوزهن فاعيضوهن وهجروهن بالمضاجع وضيبهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شيء وبينهما فبعدوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحه وفعل الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدان يحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجاريذ القربى والجاريذ القربى والجاريذ نبي الصاحب بالجمع وبالسبيل وما مركة أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويتمون ما آته الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفعون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قلينا فساء قلينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفعوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرا وإذك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة مشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تأمروا الصلاة وأنتم سكارا فأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابل سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مراء على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ما أنفت يمموا صعيدا طيبا فامسحوا بيوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إن الذين أوتوا نصبا من الكتاب يشترون الظلالة ويريدون أن تظلوا السبيل الله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن نواطعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا من ألسلتهم طعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوما ولكن لعنهم الله من كفرهم فلا يجملون إلا قريلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نقمس وجوها فنردها على أدبارها أو لنعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبد وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون عن نفسهم بل الله يزك من يشاء ولا يظلمون فتلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطابوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلا تجد له نصرا أمنه نصيب من الملك فإذا لا يبتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آته الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم نلكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نعرا كلما نضيجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذابا إن الله كان عزيزا حكما والذين آمنوا وعملوا صالحا سندخلهم جنات تجريم تحجن أنهار خالدنا فيها بدى لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ضلا وضليلا إن الله يأمركم أن تؤد الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ويطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر تارك خير وحسن تأويل ألم ترين الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاوض وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم طلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول راية المنافقين يصدون عنك سددا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كيحلقون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولاك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعرضهم وقل لهم في أنفسهم قبلا لديغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنه بظلم أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيه أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من ذيالكم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستعيما ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديعين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو ينفروا جميعا فإن منكم لمن لا يبطعا فإن أصابتكم مصيبتهم قال قد أنعم الله علي إذ لما كن معهم شهدا ولئن أصابكم فأضمن الله لا يقول أنك هل لم تكن بينكم وبينهما ودتوا يا ليتنكون معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم يهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا الذين أمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاقوة فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم واقيموا الصلاة وأدزها فلما كذب عليهم الإدال إذا فريقوا منهم يخشعون الناس كخشية الله وشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا الإدال لولا أخرتنا إلى أجر قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة غير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فإن تصبهم حسنة يقول هذه من عيد الله فإن تصبهم سيئة يقول هذه من عيدك قل كل من عيد الله فما لهؤلاء قابلا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنته فمن الله وما أصابك من سيئته فمن نفسك أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برسوا من عيدك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكلا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عيد غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولأردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استمقونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولا اتبعتم الشيطان إلا من الله فقعد الفيسة من الله لا تكلفوا إلا نفسك وحرر ضي المؤمنين عسى الله أن يكفى بأسا الذين كفروا والله أشد بأسا واشد تنكلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء نقيتا فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة للا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافعين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أظل الله ومن يضل الله فلا تجدنهم سبيلا قد لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فأخذوهم وأعذلوهم حيث وجدتمهم ولا نتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قامهم بينكم وبينهم ميثاق أوجاكم حسرة سطورهم أن يقاتلكم ويقاتلوا قامهم ولو شاء الله نسلطهم عليكم فلا قاتلكم فإن يعتزلوكم فلم يقاتلكم وألقوا إليكم السلامة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قامهم كلما ردوا من الفتنة يركزوا فيها فإن لم يرسلوكم ويلقوا إليكم السلامة ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث وذعفتمهم أولاكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رعبة مؤمنة وديت مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقه فإن كان من قام عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رعبة مؤمنة وإن كان من قام بينكم ومينهم ميثاق فديت مسلمة إلى أهله وتحرير رعبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهران المتدابعين توبة من الله وكان الله عليما حكما ومن يقض المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغظب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ورابتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقوا عليكم السلامة لست مؤمنا فمدعون أرض الحياة الدنيا فعند الله مغارب كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تامدون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم ونفسهم ففضل الله المجاهدين بأموالهم ونفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجر نظيم درجات منه مغفرة ورحمة فكان الله فر رحما إن الذين توفهوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهددون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله غفور رحما ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثير وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله رسوله ثم يدركه الموت فقد وقاع أجره على الله وكان الله غفور رحما وإذا ضربتم في السبيل الله فليس عليكم جناح أن تعصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا نبينا وإذا كنت فيهم فأقمت له صلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعاد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم فعلموا صلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا ولا تهنوا في بطغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أرىك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان وفورا رحيما ولا تجادل على الذين يخطعون أفسهم إن الله لا يحب من كان خوالا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء إن جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيابة أم من يكون عليهم وكلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يضم به بريئا فقد احتمله تانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أوسهم وما يضلونك من شيء فأنزل الله عليك الكتاب أو الحكمة وعلمك ما لم تكون تعلم فكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير للنجوه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بضغاء مرضات الله فسوف نؤديها جرا عظيما ومن يشاق الرسول من بعد ما من بعد ما يتبين له الهدى ويتمع ورسبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشك بالله فقد ظل ظلالا معيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأظلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعاب ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليمنيدون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا صالحات سنودقلهم جناتين تجريمين حد الأنهار خالدين في أغدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتابة من يعمل سوء يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصرا ومن يعمل من صالحات من دكر أغنفا وهو مؤمن فأولا يدخلون الجنة ولا يظلمون نقرا ومن أحسن دين من من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حريفا واتخذ الله إبراهيم حريفا ولله ما في السماوات وما في الأرض فكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يدام النساء الذي لا تؤطونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأنت أمور لتمام القسطة وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من معلها نشوزا أو نعراضا فلا جنح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرط الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتنهوا فإن الله كان بما تعملون خبرا ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتنهوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن تفرقا يغلل الله كل من سعده وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوضوا الكتابة من قبلكم وإياكم وليتكفروا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض فكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض فكثى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين فكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعيد الله ثواب الدنيا والآخرة فكان الله سميعا بصيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أُوَابِنَا بِالْقِصْتِ شُهَنَا عَلِ اللَّهِ وَلَا وَعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوْلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًا أَفْقِرُهُ فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا وَلَا تَتَّمِعُونَ هَوَاءَ تَعْدِلُهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَمِنُوا بِاللَّهُ وَالْرَسُّلِهِ وَالْكَتَابِ الَّذِينَ أَسْلَىٰ لَاجِمُوا storeddf وقد نازل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يغضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين ترابصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين ناصبوا قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قوموا إلى صلاة قوموا كسلا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبدبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تدهدوا الكافرين أولياء أميدوا للمؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليهم سلطانا مبينة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا أصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعدامكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم شكرا للمشاهدة